محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل على النبي محمدي واجعله شافعا لنا يوم غدي أما بعد بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتع النافع وما زلنا مع هذه الدورة المباركة وهي دورة شرح الشاطبية وما زلنا مع فرش الشاطبية اليوم عبد العبد قريشينا ثلاث سنوات بالزبط فيها ثلاث سنوات ما شاء الله جهد متواصل وإن شاء الله ربنا يقدمنا دائما الخير ويكون ذلك في ميزان حسناتنا جميعا اللهم آمين نحن اليوم إن شاء الله ما فرش سورة الإسراء يقول الناظم رحمه الله تعالى ويتخذ غيب حلا ليسوء نوراو وضم الهمز والمد عدلا افتحوا نقص من عند ويتخذوا لحده لعند حلا الناظم يتحدث عن قوله تعالى ألا تتخذوا من دون وكيلة يقول ويتخذوا غيب حلا الحق لمن للبصري قال هذه الكلمة تقرأ بالغيب لحلا كيف ستقرأ له ألا يتخذوا طيب باقي القراء تتخذوا بالخطاب ثم قال ليسوء نونو راون وضم الهمز والمد عدلا افتحوا لنا قص من عند يسوء وادخلوا على البيت الذي يليه كمنوننا الحديد السماء الكلمة التي تلي في البيت القادم أو الذي يليه للكلمة السماء أيها موجودة هنا إذن ليسوء نونو راون وضم الهمز والمد عدلا سماء وسكروا القص النظم يتحدث عن قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم خليكم معي قال ليسوء لفظ باللفظة ليسوء قال النون بالنون يعني للراء للإمام الكسائي إذن كيف ستقرأ لنا سوء تمام لنا سوء بالنون ثم قال وضم الهمز والمد عدلا إذن أول شيء الذي يقرأ بالنون هو الإمام الكسائي باقي القراء بشكل عام سيقرأ بالياء إذن عندنا سوء قراء يقرأ بالياء وعندنا الإمام الكسائي يقرأ بالنون تمام الآن من تبقى أو القراء الذي يقرأ بالياء قال وضم الهمز والمد عدلا سماء إذن المتبقين من القراء يقرأوا بضم الهمز والمد إذا ضمينا الهمز ومدناها إيش رح تكون هذه المدة عبارة عن إيش مش نوعيته هل هي واو أو ياء ولا ألف واو الله نورع لي لا نقول واو إذن هي واو إذن ستقرأ ليسوء وكما قال الشيخ فاري رح تكون من قبل المد البدل إذن قال وضم الهمز والمد إذن تضم الهمزة ومد هذه الهمزة طب رح نمدها بماذا هل همدها بألف أم بواو أو بياء قال مدام احنا ضمناها رح نمدها من جنسة إذن بالواو إذن كيف ستقرأ للعين وسماء العين من هو حفص وسماء الثلاث الأوائل إذن ستقرأ لأهل سماواء لإمام حفص ليسوء وجوهكم تمام طب من تبقى من القراء من أن تبقى لحظوا أهل السماء راحوا وحفص راح وعندنا الكسائي في الأول إذن عندنا ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي هؤلاء سيقرأوا بماذا سيقرأوا بلياء لكن هل سيقرأوا بالضم وضم الهمزة يقول لا إذن كيف سيقرأوا هؤلاء ليسوء إذن عندنا فيها هذه الكلمة ثلاث قراءات القراءة الأولى لنسوء من الكسائي الذي يقرأ بالنون يعني لو أنا سمعت أي إنسان يقرأ بالنون على طول أذهب للكسائي ثم الإمام حفص وأهل السماء يقرأوا ليسوء بضم الهمزة مع المد باقي القراءة بدون ضم الهمزة لحظة كيف عرفت أنا باقي القراءة عكس الضم الفتح وقال هنا والمد هناك بدون مد إذن ليسوء أعيدة ثانية كيف جمنا باقي القراءة اللي هم مين ابن عامر وشعبة والشين حمزة والكسائي عفوا حمزة فقط كيف جمناهم قال هنا الذين يقرأوا باللياء عندهم من يقرأ بضم الهمزة والمد العين والسماء باقي القراء معناته عكس الضم الفتح وعكس المد عدم المد إذن كيف سيقرأوا ليسوء إذن الكسائي لنسوء حمزة ابن عامر وشعبة ابن عامر وشعبة وحمزة ليسوء باقي القراء حفص ما معناه حفص وأهل السماء ليسوء وجوهكم تمام جمعة هيا عنا الآن رح نجيها على الشاشة هيا جمع القراءات فيها هيا اليسوء نون وراون وضم الهمزة والمد عدلا سماء الكسائي لنسوء ابن عامر وشعبة وحمزة ليسوء وسماء والعين حفص يعني ليسوء واضح الأمور مين بدو عيدو يا شعبة طب ينور عليه سؤال جميل جدا احنا بنحكيش عن المد الذي قبل الهمزة احنا بنحكي عن المد الذي بعد الهمزة واش قال قال وضموا الهمزة والمد عدلا اذا ضم الهمزة ضم الهمزة ضم الهمزة ومدها هيا اصبعت عنا بعدها هواو ليسوء ملناش في اللي قبلها اللي قبلها متفقين كل القراء مد واجب واتصل عندهم كلهم هذا بحكيش عنه هو حكى عن الهمزة ضم الهمزة ومد هذه الهمزة اذا يتولد عنده بعد الهمزة مد بدل ليسوء وجوه يمكن انساني يخضر ويقول ليسوء يقرأها يباد الله نوعي هنا هنا لكن هنا اذا قال ضم الهمزة ومد بدأ امدها من جنسة اذا بدأ امدها بالواو واضح هيا سماء خلصنا منه وسكرنا القوس ثم نفتحنا القوس ويلقاه يضم مشددا كفا يبلغنا امدده واكسر شمردلا واحنا ان شاء الله جاينا باقي بس خلينا هنا افتح لنا قوس من عنده ويلقاه لحد لعند كفا النظم يتحدث عن قوله تعالى يوم القيامة كتابا يلقاه منشور الاية 13 قال ويلقاه يضم مشددا كفا يلقاه بننضم بننضم هذه الكلمة ونشددها كيف ستقرأ يلقاه يلقاه يوم القيامة كتابا يلقاه طيب ما هو الذي يضم حرف الياء وما هو الحرف المشدد هو القاف اذا ستقرأ عند الامام ابن عامر يلقاه طيب باقي القراء عكس الضم الفتح وعكس التشديد التخفيف يلقاه الله نوع عليك طبعا اذا شددنا يلزم فتح اللام يلزم فتح اللام يلقاه طب واحد نقول طب هو لم يتحدث عنها النظم لأنه تعودنا عليها ومعروف هذا تلقائيا شيء طبيعي من مبادئ اللغة العربية انه اذا كان الحرف مشدد الحرف الذي يسبق لا بد ان يكون متحرك ثم قال طبعا ستكلمنا قوة ستحديد كفا ثم قال يبلغنى مدده وكسر شمردلة وكملوا من البيت اللي بعد وعن كلهم شدد وسطروا القوس اذا نفتحونا قوس من عند يبلغنى وحدد شدد اغلقوا القوس النظم رحمه الله تعالى يتحدث عن قولي تعالى في الآية 23 اما يبلغنى عندك الكبرة احدهما او كلاهما قال يبلغنى مدده وكسر طيب امدد ايش امدد الغين واكسر ماذا اكسر النون اذا كيف ستقرأ لمن طبعا للشيل اذا كيف ستقرأ لهم يبلغاني واحد يقول لي انا سمعتك شددت كيف شددت من وين جبتك التشديد لانه قال وعن كلهم عن كل مين كل القراء وعن كلهم شدد اذا كل القراء سنشدد لهم اذا الامام حمزة والامام الكسائي سيقرأ اما يبلغاني عندك الكبر ستصبح من قبيل المد الكلمي المفقل المد اللازم الكلمي المفقل طب باقي القراء بدون مد وبدون طبعا بدون مد وعكس الكسر الفتح اذا عند باقي القراء يبلغان عندك الكبر يبلغان طب هل نون نشدده نقول نعم لانه قال وعن كلهم شدد كل القراء سنشدد ورها هذا النقطة احنا عندنا حمزة والكسائي يقرأوا بالمد مع الكسر يبلغاني باقي القراء لم يتحدث عنهم بالضب عكس المد عدم المد فيش ألف وعكس الكسر الفتح كيف ستقرأ مع التجديد طبعا لانه قال وعن كلهم شدد اذا كل سيقرأ يبلغان عندك ولو وقفنا عليها في كل احوال رح نشدد النون يبلغان هذا عند حمزة والكسائي وعند باقي القراء يبلغان هكذا واضح ثم قال وعن طبعا وعن كلهم شدد خلصا منها ثم قال وفا أف كلها بفتح دنا كفأ ونو على اعتلى هنا يتحدث عن قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما الآية 23 لكن هنا قال وفا أف الفاتع أف كلها كلها بمعنى في كل المواضع لو وجدنا أو بحثنا في القرآن سنجد أنه آتت في الآية 67 من سورة الأنبياء أف لكم ولما تعبدون والآية 17 من الأحقاف والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني قال وفا أف الفاتع أف كلها بمعنى في جميع المواضع ماذا أف أفعل قال بفتح تقرأ بفتح لمن لدنا كفأ لإمام بن كثير والإمام بن عامر إذن كيف ستقرأ أف إذن ابن كثير والإمام ابن عامر يقرأ بالفتح باقي القراء بماذا سيقرأ بالكسر طلع هذا أول أول شيء عندي بهمني أنه عندي من أثنين من القراء بيقرأوا بالفتح باقي القراء كلهم بيقرأوا بالكسر بغض النظر هل هي منونة مش منونة أنا للآن مش معنى لكن أنا معنى بماذا أنه الجزء من القراء يقرأ بالفتح وجزء من القراء يقرأ بالكسر كيف عرفت بالفتح قال هنا بفتح لمن دنا كفأ إذن ابن كثير وابن عامر يقرأوا بالفتح باقي القراء يقرأوا بالكسر ثم قال ونون على اعتلاء اقرأ بالتنوين للعين حفص والهمزة اللي هو الإمام بن نافع طيب إذن عندنا جزء من القراء يقرأ بالفتح وجزء من القراء يقرأ بالكسر وفي المقابل جزء من القراء يقرأ بالتنوين وجزء من القراء لا يقرأ بالتنوين الآن يقرأ بالفتح لكن هل يقرأ بالتنوين ولا بعدم التنوين بعدم التنوين باقي القراء يقرأ بالكسر لكن منهم الإمام حفظ والإمام نافع يقرأ بالتنوين إذن فيها ثلاث قراءات أف 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 تمام وأف وأف هاي الثلاث قراءات أعيد الإمام بن كثير وابن عامر يقرأ أف الإمام حفظ والإمام نافع أف باقي القراء أف تمام ثم قال الناظم وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحركه المكي ومدى وجملا افتحوا نقوص طبعا ما عند وبالفتح وضعوا شرطة عند مصوب 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 وتسكل القص نهاية حديثنا عن هذا البيت وجملا يتحدث الناظم عن قوله تعالى إن قتلهم كان خطأا كبيرة الآية 31 من هذه الصورة قال بالفتح والتحريك خطأا بالفتح بفتح ماذا الخاء إذا كيف ستقرأ خاء قال والتحريك تحريك ماذا تحريك الحرف الساكن اللي هو ماذا اللي هو الطاء إذن خطأ لمن خطأ قال مصوب لمين ابن ذكوان إذن كيف يقرأ الإمام بن ذكوان خطأا تمام كيف يقرأ خطأا كيف جبتها شيخ عبد الرحمن قال وبالفتح فتح ماذا الحرف الأول اللي هو المكسور فتحنا خ ثم قال والتحريك التحريك لماذا للحرف الساكن خطأ لمين هذا مصوب الإمام بن ذكوان إذن الإمام بن ذكوان يقرأ خطأا ثم قال وحركه المكي ومد إذن طبعا قبل ما ندخل على الإمام المكي باقي القراء كيف سيقرأوا لا لا قبل ثواني ثواني عكس ما احنا أخذنا الإمام بن ذكوان أنه يقرأ بالفتح والتحريك باقي القراء بالكسر بالكسر الخاء تمام إذن خي خطأ بالكسر الخاء قال وحركه الآن نأتي إلى المكي قال وحركه المكي الإمام بن كثير يقرأ بتحريك هذا الحرف تحريك ماذا الطاء الساكنة إذن يقرأ خيطاء لما قال تحريك وسكت معنى بالفتح بالفتح أعيد مرة ثانية قال وحركه المكي ما احنا اللحظة جماعة قال بالفتح والتحريك عكس الفتح ماذا الكسر يعني عندنا الإمام بن ذكوان يقرأ بالفتح والتحريك خطأ باقي القراء يقرأ بالكسر تمام والإسكان بشكل عام هذا مبدئيا لكن هنا قال قال وحركه المكي حرك الإسكان الموجود في هذه الكلمة إذن الإمام بن كثير يتحدث الآن عن وعن ماذا عن أي حرف يتحدث عن حرف الطاء الخاء خلص ثبتت الرؤية عليه باقي القراء بكسر الخاء إذن عندهم أيش باقي القراء خي ثم قال وحركه المكي عن ماذا يتحدث هنا يتحدث عن الطاء خي طاء قال ومد إذن خي طاء إذن الإمام بن كثير المكي كيف يقرأ خي طاء خي طاء كيف جمتها عكس الشطر الأول من هذا البيت قال وبالفتح معنا باقي القراء بالكسر تمام والتحريك معنا باقي القراء بالإسكان هذا مبدئيا ثم قال وحركه المكي حرك ماذا الحرف الساكن إذن لكن الخاء بقيت على كسرها إذن خي طاء لأنه قال حرك حرك الإمام المكي هذا الحرف اللي هو الطاء ثم قال ومد أيضا لم يكتفي بالتحريك تزاد عليه أيضا أيش المد إذن خي طاء أن طباق القراء معنا ذلك عكس هذا الأمر إذن خطئا كبيرا حتى لو تزاد عليه حتى لو مع المد نخلح لكن هنا يعني ممكن يعني عيدة على صبورة ولا واضحة من عيدة تمام إذن لدينا ثلاث قراءات القراءة الأولى الإمام بن ذاكوان يقرأ خطأ كبيرا تمام باقي القراء أو الإمام بن كثير المك يقرأ خطاء كبيرا وباقي القراء خطاء كبيرا ورها إذن عند الإمام بن كثير ستصبح من قبيل المد الواجب المد الواجب المنتصر هيا موجودة أمامنا ابن ذاكوان خطأ ابن كثير خطاء هذه الألف الخنجرية عليها المد خطاء خطاء إيه قول مد المدد آه لو ظرفنا عليها مد مد عوض مش مدد مد العوض نعم وباقي القراء خطاء كبيرة كل ما يقف عليه مد العوض ثم قال وخاطب في يصرف في يصرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاص كسر شذا على افتحوا لنا قوس من عند وخاطبة لحد شهود نتحدث الآن عن الآية 33 فلا يصرف في القتل إنه كان منصورا قال وخاطب بالخطاب في يصرف للشين شهود إذا إذا كيف ستقرأ فلا تصرف باقي القراء كيف سيقرأ بالغيب فلا يصرف إذن الإمام حمزة والإمام الكسائي سيقرأ ماذا فلا تصرف في القتل باقي القراء فلا يصرف في القتل ثم قال وضمنا بحرفيه بالقصاص كسر شدن على يتحدث عن قول تعالى في الآية 35 وزنوا بالقصاص المستقيم قال وضمنا بحرفيه إذن في عنا حرفين مكانين موضعين ما هما هاي الموضوع اللي احنا عناه في هذه الصورة في الإسراء وموضوع آخر في الآية 182 من الشعراء وزنوا بالقصاص المستقيم قال وضمنا بحرفيه بالقصاص إذن بالحرفين بالموضوعين تعالى القصاص قال وكأنه يقول ضمنا اكسر اكسر الضم لمن نشذا على 20 من حمزة والكساء والعين حفص إذن كيف ستقرأ لهؤلاء الثلاثة بالقصطاص بكسر القاف طب لماذا قال وضمنا كسر لأنه لو لم يذكر الضم لفتحنا القاف لكن هنا أراد أنه القراء يقرأوا بالضم وبعضهم يقرأ بالكسر لذلك قال وضمنا كسر وضمنا كسر إذن جزء منهم يقرأ بالضم وجزء منهم يقرأ بالكسر من الذي يقرأ بالكسر شذن على باقي القراء يقرأوا بالضم ثم قال وَسَيَّئَةً لفضلي بها لفض بهذا اللفظ قال سيئة في همزه أضمم بدنا نضم الهمزة إذن كيف ستقرأ سي 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 أو بضم الهمزة سي أو قال وَهَائِهِ أيضاً أضمم لا سي أوهو وذكر هنا كلمة وذكر لو ما أتاش فيها مش مشكلة كثير لكن هو وكأنه النظم أتى بها حتى يوضح الضد ضد القراءة يعني هنا على هذه القراءة الأولى لا نحتاج تكلم الذكر لأنه عندما يقول سيئه هو المذكر لكن هنا أتى بها حتى لا سيئه هي مذكر لكن هنا حتى عندما يعني نأتي بالضد نعرف كيف القراءة كيف ستكون القراءة وكانها تحصيل حاصل هنا إذن قال أضمم الهمزة سيئه وأضمم الها سيئه وذكر هنا ذكرناها لما نقول سيئه ذكرناها قال ولا تنوين ما فيش فيها تنوين لمن للذال مين الذال ابن عامر والكوفيون الثلاثة إذن كيف سيقرأوا كل ذلك كان سيئه عنده تمام طيب باقي القراءة من الضد في همزة يضمم عكس الضم الفتح سيئه وهائه باللهاء نفسها من نفتحها مع التذكير ضد تذكير تأنيه إذن سيئة أو سيئة لحتى الآن ولا تنوين في القراءة ضد هنا إيش رح تكون بالتنوين إذن سوف تقرأ سيئة أعيدها مرة ثانية في القراءة الأولى قال أضمم الهمزة والهاء إذن في القراءة الثانية كيف نعمل رح نفتح الهمزة والهاء سيئة الهاء نفسها وذكر عكس التذكير التأنيه إذن سيئة لما نأنثها ستقرأ سيئة في القراءة الأولى قال ولا تنوين هنا ستصبح بالتنوين إذن سيئة إذن إذا كيف ستقرأ سيئة عند ربك هاء الكناية كنت أجيبك إياها صحيح الله تعلم هاء الكناية في هاء الكناية حين تقرأ هذا في باب هاء الكناية دائما ألحقها أنا في هذا الباب لأن مثلا هنا عند غير الذال غير الذال هي ليست من قبل هاء الكناية أهل السماعة لكن عند الذال تعتبر من قبل هاء الكناية وضحات ولا عيدها ما هو هنا الله يفتع لك سؤال جميل هنا عندما قال في أضمم الهمزة سيئه والهاء سيئه وذكرها سيئه يعني عندما نذكر هذه الكلمة سيئه إذن من هذه القراءة أخذناها ولا تنوين مش رح ننوينها إذن كيف ستقرأ سيئه طب الضد قلنا ضم الهاء وقبلها كان ضم الهمزة والتذكير والتنوين هنا عكس الضم الفتح وهين برضو عكس الضم الفتح وعكس التذكير التأنيث وعكس التنوين عدم التنوين من هذول الشيء عبد إيش رح ناخد الفتح سي ها هاي فتحنا الهمزة تمام قال والفتح في الهاء هاي فتحناها قال والتذكير هنا إذن هنا إيش رح تكون تأنيث سيئته ولا تنوين والتنوين كان هنا أو بعدم التنوين صار هنا هنا كان التنوين رح تكون هنا بالتنوين سيئة لأنه هنا الأكثر نكون هنا عدم التنوين وهنا التنوين تمام واضحة أنا إيش حكيت قبل قالت هنا كانت في القراءة الأولى مش محتاجينها كثير كلمة تذكر لكن احتاجناها في الضب لذلك أتى فيها يعني هو لو القراءة الأولى لم يأتي بكلمة تذكر هيك هيك رح نقرأه وسيئه سيئه تمام هيك هيك رح نقرأ لكن لماذا جبها هنا أو أتى لنا بكلمة تذكر حتى عندما نأتي بالضب نأتي بالتأنيث نقرأ سيئة وضحة هذه كانت عشان الضب لكن التنوين والضم الهمزة وضم الها محتاجينها في القراءة الأولى طبعا في الثانية للضب فما قال وخفف مع الفرقاني وضمم ليذكروا شفاءا وفي الفرقاني يذكر فصلة افتحوا لما قسم عنده وخفف حطونا حديث شفاء أو عند شفاءا حطو شرطة وعند فصلة شرطة وما سكروش القس رح نحتاجه في التذكير في البيت الذي يلي هنا يتحدد النظم عن قولي تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا الآية 41 من سورة الإسراء قال وخفف مع الفرقان في سورة الفرقان في الآية 50 ولقد استرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا قال وخفف مع الفرقان اقرأ بالتخفيف في هذه الصورة وأيضا مع الفرقان وضمم ليذكروا إذن كيف ستقرأ لمن طبعا للشين شفاءا كيف ستقرأ ليذكروا خفف هذه الكلمة الذال وضمم الكاف كاف ستقرأ ليذكروا ليذكروا أعيدها ثاني قال خفف سبكم من كلمة الفرقان خلص أعرفنا أنه في الموضوع قال وخفف وضمم خفف وضمم خفف ماذا الذال تلقائيا معروف أن الذال من قواعد اللغة العربية هنا خفف الذال وضمم الكاف كاف ستقرأ ليذكروا ليذكروا طبقوا القراء بالتجديد وعكس الضم الفتح ليذكروا واضح لمن للشين حمزة والكساء شفاء ثم قال وفي الفرقان طبعا أنت جبتنا الفرقان قبل معنى ذلك أنه فيه موضوع آخر في الفرقان قال وفي الفرقان يذكر فصلة إذن في قول تعال في الآية 62 من صوت الفرقان لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورة هذه ستقرأ نفس القيد السابق بالتخفيف مع الضم لمن للإمام حمزة إذن راح لاحظ راحظه أنه حمزة هنا في الموضع الأول أو في الموضعين عن الأوائل الأوائل وأيضا في هذا الموضع من طلع في الموضع الثاني الإمام الكسائي ما جايش في الموضع الثاني ورح النقطة هذه أعيدها حاضر إحنا لنا حتى الآن ثلاث موضع الموضعين الأول مع بعض هاي صح ولا لا كان لمن العمل كان لحمزة والكسائي إيش كان فيها تخفيف الثال وضم الكاف انتقلنا على الموضع الثاني في سورة الفرقان نفس الفكرة نفس العمل تخفيف الثال وضم الكاف لكن لكن هنا كان لمن في الموضعين الأوليات كان لحمزة والكسائي للشين هنا في الموضع الثاني من سورة الفرقان فقط لحمزة إذن من طلع من الموضوع الكسائي واضح هذه النقطة لا الحمزة لديه تلت مواضع زي بعض ليذكروا هنا ليذكروا ليذكروا هنا يذكروا الكسائي وباقي القراء في هذا الموضع يذكروا طب هنا حمزة والكسائي ليذكروا عفوا ليذكروا باقي القراء ليذكروا ملاحظة جميلة هنا لم يتحدث عن الكاف لأنه الأمر تلقائي لأنه إذا خففت الذال وسكنتها معنى ذلك راح يكون الحرف الذي يليها مشدد ساكن أوله شيء تلقائي هو يعني كلامك صح لكن هنا لم يتحدث عندما تحدث عن التخفيف هو لم يتحدث عن الكاف لماذا؟ لأنه تخفيف الكاف هو تلقائيا إذا خففت الذال ستتخفف مع الكاف مش ما هنقول يكونوا اتنين سواكن وراء بعض مباشرة ملاحظة جميلة من أي شيء حبد الرحمن تمام؟ طيب قلنا أنتم مستقلوش القوس يعني حطوا الشرطة لأنه راح نحتاج القد أو الأمور نفسها في البيت الذي يليه ثم قال وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزل سكروا القوس عند شفاؤه تبع للبيت اللي قبله قال وفي مريم هو يتحدث عن الآية 67 من سورة مريم أولا يذكروا الإنسان وأنا خلقناه إيش قال؟ وفي مريم بالعكس إيش عكسيش؟ عكس القيد اللي أتالنا فيه قبل قليل هو كان يتحدث عن التخفيف في الذال وضم الكاف قال في مريم بالعكس معنى ذلك شدد الذال وضم الكاف وفتح الكاف عفواه وفتح الكاف شدد الذال وفتح الكاف لمن؟ لحق شفاؤه الإمام أبو عمر البصري وبن عامر والإمام حمزة والإمام الكسائي عكس القيد الأولى لي تمام؟ إذن كيف سيقرأوا؟ يذكروا كيف سيقرأوا هؤلاء؟ يذكروا طيب معنى ذلك إنه الموضعين الأولين حتى الآن أخي موضع أخدنا أربع في كلمة يذكروا أو يذكروا صح ولا لا؟ أربعة مواضع موضع صورة الإسراء اللي حكينا عنه وموضعين في الفرقان وموضع صورة مريم صح ولا لا؟ موضعين الأولينيات كان حمزة والكسائي ثم أعيد إحنا أخدنا موضع حتى الآن أربعة مواضع الموضعين الأولينيات اللي هو صورة الإسراء نفسها والموضع الأول من صورة الفرقان كان لمن؟ لحمزة والكسائي لشين؟ الموضع الثاني من صورة الفرقان كان فقط لحمزة الموضع هنا تعصرت مريم لحمزة والكسائي والبصري وبن عامر إذن راح نلاحظ أن حمزة في الأربعة مواضع صح ولا لا؟ الإمام الكسائي في ثلاثة مواضع من المواضع الأربعة طلع من أي موضع الموضع الثاني تعل فرقان ما كانش فيه أعيدها إذن الإمام البصري والإمام ابن كثير وحمزة والكسائي قرأوا في الموضع الأخير أو الموضع صورة مريم بعكس القراءة بمعنى بتشديد الذال وفتح الكاف واضح مشايخ؟ واضح تمام ثم قال يقولون عن دار وفي الثاني نزل وكملوا لسمى كفله من البيت الذي يليه وسكلوا القوس افتحوا القوس من عند يقولون وسكلوا القوس في البيت الذي يليه سما كفله تمام هو يتحدث الآن عن قول تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتعوا إلى ذا العرش سبيلا قال يقولون عن دار عن دار الإمام حفظ والإمام ابن كثير يقرأوا كما يقولون إذن بماذا يقرأوا؟ بالغيب باقي القراء بالخطاب كما تقولون تمام إذن حفظ والإمام ابن كثير يقرأوا في هذا الموضع بالخطاب بالغيب كما يقولون باقي القراءة يقرأوا بيش بالخطاب طيب قالوا في الثاني في الموضع الثاني في القولة تعالى في الآية التي تليها سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرة نفس الفكرة ونفس القيد الإمام عاصم والإمام إبن عامر وأهل السماء يقرأوا بنفس الفكرة يقرأوا كما يقولون بمعنى بالغيب لهم وباقي القراءة يقرأوا بالخطاب هذا الكلمة يقولون أتت متتالية في عائتين متتاليات الآية الأولى اللي هي 42 والموضع الثاني في الآية 43 من صورة الإسراء نفسها اللي احنا فيها تمام قال يقولون عن داري إيش العرفني أنه بيتحدث عن الموضع الأول مش الموضع الثاني لأنه بعد قليل قال وفي الثاني إذن هو كان يتحدث عن الأول تمام قال ماذا يقولون عن داري إذن الإمام حفص والإمام بن كثير كيف يقرأوها كما يقولون بالغيب هو لفظ بيها ولو لم يلفظ بيها كان أخذناها من يعني إطلاقها إذن كيف سيتقرأ بالغيب كما يقولون طباق القراء كيف سيقرأوها بالخطاب إذن الموضع الأول حفص والإمام بن كثير يقرأوها بالغيب باقي القراء يقرأوها بالخطاب كيف حفص يقرأها كما يقولون وبن كثير كما يقولون باقي القراء كما تقولون انتهينا من الموضع الأول تمام الآن ننتقل على الموضع الثاني قال وفي الثاني نزل سما كفله إذن في الموضع الثاني من الذي يقرأ بالغيب نزلها نون والسماء والكاف إذن كل القراء ما عدا الشين الله يفتع عليك كل القراء ما عدا الشين يقرأوا بماذا يقرأوا بالغير تمام من ذلك نكتشف ماذا أن الشين بالخطاب أن الشين يقرأوا الموضعين بالخطاب والإمام حفص والإمام ابن كثير يقرأوا الموضعين بالغير باقي القراء تأرجحوا يقرأوا الأول بالخطاب والثاني بالغير الآن موجودة أمامنا ستكون على الشاشة تلخيص من سبق في قوله تعالى يقولون عن دان وفي الثاني نزلها سما كفله ابن كثير وحفص بالغير في الموضعين ونافع طبعا باقي القراء بالخطاب في الموضع الثاني في الموضع الأول لكننا سنرى أنهم يختلفوا في الموضع الثاني إذن لدينا نافع والبصر وابن عامر وشعبة بالخطاب في الأول والغيب في الثاني طيب حمزة والكسائي بالخطاب في الموضع عندما قال يقولون عن دان الموضع الأول الذي يقرأ بالغيب هو الإمام حفص والإمام ابن كثير باقي القراء بالخطاب في الموضع الأول ثم انتقل قال وفي الثاني نزل سماء كفله الذي يقرأ بالغيب في الموضع الثاني عاصم وأهل سماء والإمام ابن عامر يتحصل من ذلك أنه ابن كثير وحفص يقرأ بالغيب في الموضعين ونافع والبصر وابن عامر وشعبة بالخطاب في الأول والغيب في الثاني وحمزة والكسائي بالخطاب في الموضعين إذن في عنا قراء يقرأ بالخطاب في الموضعين حمزة والكسائي وقراء يقرأ بالغيب في الموضعين ابن كثير والإمام حفص وباقي القراء تأرجحوا يقرأ الأول بالخطاب والثاني بالغيب تمام؟ وضحوا العيدة إذن ثم كفلوا قلنا سكروا القوس ثم افتحوا لنا القوس أنث يسبح عن حمن شفى واكسروا اسكان رجلك عملا يتحدث عن قول تعالى تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن قال أنث يسبح للعين والحاء والشين تقرأ بالتعنيف طباق القراء بالتذكير إذن كيف ستقرأ الإمام حفص والإمام البصري وحمزة والتساي تسبح له بالتعنيف طباق القراء يسبح له بالتذكير واضحة أعيدها ثم قال طبعا هذا كان في الآية 44 من سورة الإسراء ثم قال واكسروا اسكان رجلك عملا يتحدث عن الآية 64 من هذه الصورة وأجلب عليهم بخيلك ورجيلك وننتبه هنا إلى الكسرة ورجيلك من يقرأ بالكسر قال واكسروا اسكان اكسر السكون لمن؟ للعين إذن الإمام حفص اللي هو العين لإمام حفص سيقرأ بكسر الجيم باقي القراء لو لم يقل اسكان اكسر الإسكان كان كيف قرأناها؟ بالفتح لكن هنا حتى لا نقرأ بالفتح قال واكسر السكون اكسر السكون إذن اكسر السكون لمن؟ للعين باقي القراء كيف ستقرأ بالسكون وننتبه هنا يا جماعة وهذا الأمر الذي يظهر أحيانا يعني بعض يقول لك ميل مثلا القلقلة للضم أو ميلها للكسر أو ميلها أو كذا أو ميلها مثلا إلى الحرف الذي يسبقها حسب حركة الحرف الذي يسبقها لذلك نقول الأولى عدم إمالة القلقلة لأي حركة من الحركات هنا في هذه الكلمة لو أنا بدأ أقرأ لأصحاب الإسكان بمثلا بالإمالة القلقلة إلى الكسر لن يستطيع أن يفرقها من يسمعني عندما أقول راجي لك بالقلقلة لكن ما عملتها إلى الكسر لن يعرف السمع لمن أقرأ لكن عندما أقرأ راجي راجي لك لأصحاب الإسكان ظهرت معين هذه السكون عندما أقرأ بالكسر للإمام حفص راجي لك الآن ظهرت معي إذن الإمام حفص يقرأ بكسر الجيم باقي القراء يقرأ بالإسكان واضح النقطة ثم قال ويخصف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسل يرسلا يتحدث عن قوله تعالى الآية 68 من الآية 69 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البري أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلة أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم عنده هنا في الآيتين هذولا خمسة أفعال إيش إن الأفعال الخمسة هيا يخصف يرسل يعيدكم فيرسل فيغرقكم هيا الخمسة أفعال لذلك قال يخصف يعيدكم ويغرقكم واثنان له يرسل ويرسلا مرتين مرتين وعلمت لكم يا باللون البنفسجي قال ويخصف حق نونه نونه الحق مين هما الإمام بالكثير والبصري يقرأ بالنون كيف يقرأها نخصف نرسل نعيدكم نرسل فنغرقكم هذه الخمسة أفعال قرأها بالنون مين قرأها بالنون الإمام البصري والإمام بالكثير طباق القراء عكس هذا الأمر اللي هو بالياء واضحة واضح النبر إذن هذه الأفعال الخمسة تقرأ بالنون للإمام ابن كثير والإمام البصري باقي القراء يقرأوها بالياء عكس هذا القيب ثم قال خلافك فافتح مع سكون وقصره سمى صف ناء أخر معا همزه ملا السلامة إذن هنا يتحدث عن ماذا؟ عن الآية وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليل الآية 76 من هذه الصورة قال خلافك فافتح افتح ماذا؟ الحرف الأول المكسور خ قال مع السكون سكون ماذا؟ الحرف الله الذي يليه خل وقصره بدون مد رح نقصره إذن كيف ستطهرأ؟ خلفك وإذن لا يلبثون خلفك لمن؟ لسمى صف لأهل سمى والإمام شعبة إذن الإمام شعبة وأهل سمى إذن كيف سيقرأوها؟ وإذن لا يلبثون خلفك إلا قليل عكس هذه القراءة قال خلافك فافتح عكس الفتح الكسر وقرأنا إياه أو ذكرنا إياه عكس الفتح الكسر مع السكون عكس السكون الفتح وعكس القصر المد إذن ستقرأ خلافك إذن سمى وشعبة سيقرأوها بماذا؟ خلفك باقي القراء ابن عامر وحفص والشين سيقرأوها خلافك واضح؟ واضح؟ ثم قال نأى أخر معا همزه ملاء كلمة نأى أتت لموضوعين في القراءة لذلك قال معا قال معا قال في قولي تعالى في الآية 83 أعرض ونأى بجانبه وأيضا في الآية 51 من سورة فصلات أعرض ونأى بجانبه قال نأى أخر أخر ماذا؟ ويتحدث هنا عن الهمزة تمام؟ قال أخر وهنا أتحدث قال هنا أخر همزه كانوا يقول أخر همزه وكلمة معا هنا ليدل علينا موضعين أخر همزه لمن؟ للميم مين الميم؟ ابن ذاكوان كيف ستقرأ له مثل جاء أو شاء تمام؟ إذن كيف ستقرأ تقرأ الإمام ابن ذاكوان؟ أعرض ونأى بجانبه من قبيل المد الواجب المتصل إذن هنا قال نأى أخر نسألكم من كلمة معا نأى أخر همزه أخرنا الهمزة لبعد الألف لمن؟ للميم ابن ذاكوان شيخ حسون موضح؟ أعيدها؟ موضح يا جماعة؟ ثم قال تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا تسفا بتحريكه ولا افتحوا نقوس من أن تفجر الحديث ثابت قال حتى في قولي تعالى الآية التسعين حتى تفجر لنا من الأرض ينبوها قال تفجر في الأولى كل من تفجر يعني هذه الكلمة جاءت في موضوعين متتاليات متتاليات في القرآن الموضوع الأول هو الآية التسعين قال تفجر في الأولى الموضوع الأول كتقتل على وزن تقتل كيف ستقرأ؟ تفجر تقتل تفجر لمن؟ للثاء من الثاء؟ الكفيون إذن ستقرأ لهم حتى تفجر لنا من الأرض على وزن تقتل تفجر على وزن تقتل طبق القراء كما لفظنا إياها تفجر حتى تفجر لنا طبعا عندما قال الأولى الآن هو في الموضوع الذي يليه له فتفجر الأنهار خلالها تفجيرها هذه القراء كلهم اتفقوا على تشديدها هكذا فتفجر الأنهار إذن القراء اتفقوا في الموضوع الثاني لكن اختلفوا في الموضوع الأول بعضهم اللي هم الثاء اللي هم الكفيون إيش قرأوا؟ قرأوا على وزن تقتل تفجر باقي القراء تفجر طب الموضوع الثاني الكفيون وغير الكفيون كلهم اتفقوا على إيش فتفجر الأنهار اتفقوا على نفس اللفظة الله من جميل مكان وهو لو يجيب يقبده تلتة أربعة بيات وهنا حاول يحاول هو الاقتصار كلام الشيخ فادي مضبوط هو لو يقول لك افتح كذا وشدد كذا وعمل كذا رح تأخذ معي بيتين أو تلاتة أحيان يجيب ما هو أحيان النظم قال وعم ندا طبعا فتفجر ما لهاش دخل فيها هو يتحدث عنها هتفقوا عليها اكس طيب ننتقل إلى الأمر الثاني قال وعم ندا كسفا هو يتحدث الآن عن قوله تعالى في الآية 92 كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله هذا الموضع قال وعم ندا كسفا بتحريكه تقرأ بتحريك تحريك ماذا الصين كسا لمن لعم وندا عم مين نافع والإمام بن عامر العم والنون الإمام عاصم كيف يقرأوها كسافا تمام هذا الموضع يقرأ كسافا تأسوة الإسراء ثم قال في البيت الذي يليه وفي سبع حفص مع الشعراء قل وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلة وسكرنا القوس وحطونا بعد قل شرطة ما زال يتحدث عن كلمة كسافا قال وفي سبع حفص مع الشعراء في سبع في الآية 9 من سورة سبع أو نسقط عليهم كسافا من السماء وفي سورة الشعراء الآية 187 فأسقط علينا كسافا من السماء الموضعين هدولة ستقرأ أيضا بنفس القيد السابق بفتح الصين لكن لمن للإمام حفص فقط للإمام حفص فقط لحظوا في الآية الأولى كانت لمن لعمة ندا نافع بن عامر والإمام عاصم هنا تفرد فقط الإمام حفص حتى شعبة طلع من عنا حتى شعبة طلع إذن في سبع والشعراء فقط حفص الذي قرأ بالفتح طباق القراء بالإسكان كسفا ثم قال وفي الروم سكن عكس الآن الآن يتحدث عن الإسكان لمن للام بخلفه والميم إذن الإمام بن عامر بخلف عن الإمام هشام قرأ بالإسكان طب ما هو الوجه الآخر للإمام هشام الفتح إذن في تعصورة الروم لو في قولي تعالى في الآية 48 ويجعله كسفا فترى الوطقة قرأ الإمام هشام والإمام ابن ذاكوان بالإسكان في هذا الموضع وهشام له وجه آخر هو الفتح إذن ابن عامر بخلفا عن هشام بالإسكان والوجه الآخر للإمام هشام هو الفتح وباقي القراء كلهم بالفتح في أي موضع في سورة الروم فضل أعيد هذه الأمور الجماعة ولا واضحة هذا عندنا الموضع تعصورة الإسرائيل الأول تحدث عنه قال عم ندن يقرأ بالفتح ابن عامر والإمام نافع والإمام عاصم يقرأ بالفتح باقي القراء يقرأوا بماذا بالإسكان كسفا خلصنا الموضع تعصورة الإسرائيل انتقل بعد ذلك لسبا والشعراء قال الذي يقرأ بالفتح الإمام حفص فقط في هذه المواضع إذا كيف يقرأ الإمام حفص بالفتح باقي القراء كيف يقرأوا بالإسكان ثم انتقل على موضع سورة الروم قال الذي الآن عكس القيد قال الذي يقرأ بالإسكان هشام بخلفه والإمام من ذكوان قولا واحدا إذن حفص في المواضع جميعا يقرأ بالفتح تمام اندرج معا في موضع سورة الإسراء الإمام شعبة والإمام نافع والإمام ابن العامر طيب موضع سورة السبع والشعراء ظلوا لحاله تفرد لحاله موضع سورة الروم حفص ونافع والإمام ابن كثير والإمام البصري وهشام بأحد وجهيه والشين كلهم قرأوا وشعبة قرأوا بالفتح إذن في موضع سورة الروم جميع القراء قرأوا بالفتح إلا الإمام ابن ذكوان وأحد وجهيه الإمام ابن عامر أهه هشام أعيدها موضع سورة الروم كل القراء قرأوا بالفتح إلا الإمام ابن ذكوان والإمام هشام بأحد وجهيه لأنه هشام إله إله فتح وإله إسكان إذن في وجه الفتح ندرج مع جميع القراء أو أغلب القراء لكن الإمام ابن ذكوان بقي على الإسكان إذن الإمام ابن ذكوان قرأ بالإسكان في موضع سورة الروم واضح شيء عبد الرحمن ثم قال وقل البيت الأخير وقل قال الأولى كيف دار وضمتا عملت رضا ولياء في ربي ينجل هو الآن يتحدث عن في قول تعالى كتابا نقرأه وقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول الآية تلاتة تسعين قال وقل قال نعم لا 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 خليق معي قال وقل كلمة قل اقرأها قال للكاف والدال لكن هنا قال الأولى آه جيد قال الأولى عن ماذا يقصد الأولى هنا لا لأنه لحظه كلمة قل تكررت في القرآن كثيرا حتى في صورة الإسراء وقال أيضا تكررت تمام لكن هنا قال الأولى أي الموضع الأول بعد الكلام اللي أنا كنت أتحدث لك عنه قبل قليل إيش الكلام إيش الكلام اللي كان يتحدث لك أو ما هي الكلمة أو اللفظ اللي كان يتحدث لك عنها قبل قليل كثفا كثفا الله يفتع عليك إذن هو قال لك قل قال الكلمة الأولى التي جاءت بعد كلمة كثفا يعني الموضع الأول ما يكشف الله ينور عليك حتى يخرج من باقي المواضع هذه النقطة مهمة وحيانا لبعض حتى لا ينتبه لها قال الله قال أيضا تكررت تكررت طبعا أي هو هنا كأننا أقول لك أنا أتحدث عن الموضع الأول الذي جاء بعد كثفا إذن قل قرأها قال للكاف والدال الإمام بن عامر والإمام بن كثير سوف تقرأ لهم قال إذن قال سبحان ربي باقي القراء قل سبحان ربي ثم قال وضمت عملت رضا في قول تعالى في الآية 102 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا قال وضمت تعط عملت إذن كيف ستقرأ قال لقد علمت ما أنزل لمن للإمام الكسائي للإمام الكسائي ثم قال ولياء في ربي ينجلى هذه سنجد أنه في منياءات الإضافة فقط واحدة في القرآن في سورة الإسراء هيا ولياء في ربي ينجلى في قول تعالى في الآيبية قل لو أنتم تملكون خزائنا رحمتي ربي إذن لا أمسكتم أن إضافة بعد همزة مكسورة بفتح أولي حكما نافع الإمام البصر يقرأوها بالفتح ربي إذن وباقي القراء ربي إذن مع الانتباه للمد الجائز المنفصل واضح واضح أبا أحمد في القرآن في نهاية هذه المحاضرة لا يسعوني إلا أن أقول والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة